المناسبة الدكتور أشرف صبح ليه بعد التصرحات اتكلم فيها في عدد من الأمور المهمة جدا تطرق يا جماعة الموضوع شهد آه تطرق يقال طلبنا من اتحاد الدراجات اتخاذ موقف قانوني ضد شهد سعيد وقت الأزمة وتم إقافها وتغريمها ماليا وتم التواصل مع اللجنة الأولمبية قالت تكون بالتحقيق في الأمر الآن الموضوع مش بحثتها التحقيق أنا منتظر بكرة القرار باستبعاد شهد في الحقيقة لأنه هو ده العدل هو ده العدل فير إن شهد ما تمثلش مصر في دورة العرب المبين ده بخصوص موضوع جنة وشهد يعني طيب قبل بس ما أطلع فاصل وأتكلم في الكورة عشان عندي أخبار كتيرة جدا 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 عايز أعلق على تصريح مهم كمان خاص بالوزير أشرف صبحي وأنا بعلق على التحقيق مش حنسة أفكر معالي الوزير وهو أكيد فاكر وأفكر كل الجهات التي تحقيق بحق أحمد رفعت مش حنسة لأنه ممكن بتحصل أحداث بعض الأحداث اللي تخليك إيه تتشغل شوي اللي تخليك يعني تنسى غصبا عنك أنا عارف إن موضوع أحمد رفعت مش هيتنسي وعارف إن كل الجهات المعنية هتحقق في كل حاجة ليه علاقة بأحمد رفعت والمخطئ والمدان يعاقب فده أمر مهم فبمناسبة موضوع أحمد رفعت أنا يهمني قوي تصراحات الدكتور أشرف صبحي النهار ده عن الملف ده لأن التحقيقات من قبل اللجنة اللي تكلفت من الوزارة تمام؟ بمستشارين رفيع المستوي لسه التحقيقات مستمرة كان يوم الثلاث اللي فات قلت لكم خلال أسبوع التحقيقات حيكون نتائجها بتتعرض للرأي العام وأتمنى إن ده كمان يحصل بس دي كانت معلومات اللي عندي وأنا لسه عند المعلومات دي أتمنى بقى إن ده يحصل فعليا دكتور أشرف صبحي قال لك قضية وفاة أحمد رفعت نجم مودرن سبورت ومنتخب مصر ما زالت محل تحقيق ولها أبعاد مختلفة ملف أحمد رفعت محل تحقيق لذلك لا يمكن التعقيب عليه لا أستطيع الحديث عنه مدامة التحقيقات مستمرة أحترم ذلك مفيش مشكلة موضوع فات أحمد رفعت له بعض إنساني وبعض متعلق بالدولة بالإضافة إلى بعض قانوني الجميع مشترك في هذا الموضوع لكن اطمئنه دي تصراحات الدكتور أشرف صبحي قال لك إيه لكن اطمئنه حق الراحل أحمد رفعت لن يضيع في حالة ثبوت وجود مخالفات وسيتم الكشف عن أي مخالفات بشكل فيه شفافية شديدة وحالتها للنيابة ده المطلوب مش عايزين أكتر من كده مش عايزين أكتر من كده والناس يا جماعة من أول يوم لنا في الموضوع ده إحنا ما اتهمناش حد بعين ومش هنعمل كده إحنا جبنا مدخلات من تقريبا كل الأطراف أو معظم الأطراف عشان نكشف بعض الأمور للرأي العام لكن حتة إن إحنا نتهم إحنا مش هنتهم إحنا هنتابع لأن دي شغلتنا وده دورنا كإعلام إن إحنا نتابع ونشوف التطورات وإيه اللي حصل وإيه المستجددات في الموضوع ده لأن ده أمر مهم جدا آخر حاجة بخصوص تصريحات الدكتور أشرف صبح هي تصريحات غريبة بالنسبة لي أو مش غريبة هي منطقية جدا لما اتكلم على انتخابات الاتحاد والمصر المقبلة قال لك عن راعي تعديلات في قانون الرياضة الجديد تأتي بشخصيات بحجم ومكانة مصر إيه؟ حجم ومكانة مصر يعني تعديلات بتاعت قانون الرياضة الجديد وإحنا مقبلين على انتخابات الاتحاد والمصر الكرة القدم معالي الوزير الدكتور أشرف الصبح بيقولك إن احنا حنراعي إن احنا في قانون الرياضة والتعدلات بتاعته إن احنا نجيب ناس تليق بحجم ومكانة مصر طب الكلام ده معنى إيه؟ إن الناس الموجودة دي لا تتناسب مع حجم ومكانة مصر ما تتفهمش غير كده ما تتفهمش غير كده ولو هو قصده كده فعلا ما بدخلش في النواية بس بحاول برضه أقرأ معكم التصريح يعني بحاول أفهم المقصود منه إيه؟ لو هو ده المقصود فهو عنده حق لأنه معظم مش الكل معظم أعضاء الاتحاد المصر الكرة القدم ما ينفعش خالص يكونوا أو ما يتناسبوش أبداً مع حجم مكانة مصر أبداً فالتحادات كتير بالمناسبة مش اتحاد المصر الكرة القدم بس يعني فده تصريح في رأيي موافق بس أتمنى أنه يحصل فعلاً أن الناس اللي تيجي تليق بحجم ومكانة مصر